يعطيكم صحيح والعافية معكم محمد بوريكي الساعات الذكية قاعد تصيرها الحين حبة الموسم حنبري كويت نسميها هبة وهذه هي هبة فعلا الحين الناس وايد قامت تتجه ان هي تشتري ساعات الذكية بذات لما أبل اعلنت عن الساعات الذكية صار شيء الحين يمكن لازم خلاص كنانا لازم ساخد ساعات الذكية بس الشخص العادي هل هو فعلا يحتاج ساعات ذكية؟ هذه مراجعة الجي جي واتش أربين سلام عليكم ورحمة الله الجي جي واتش أربين هي اخر ساعة او اول ساعة نزل عليها اصدار اندرويد 5.1.1 وهو اخر نظام تشغيلي نزل حق الاندرويد وير او اخر تحديث نزل حق النظام التشغيل هما الاندرويد وير يتميز فيه شغلات يديدة صار فيها حين انت عندك ايكونات تقدر تتعرف عليها لما تدخل حق التطبيقات علشان تصير عندك بطريقة اسهل الشغلة ثانية موجودة عندك او تسوي لك انت الحين تقدر ايموجيز على الساعة علشان انت تقدر تطرشهم بالميسيجات تذكرني صراحة بالطريقة انت تقدر ترسم فيها على نظام التشغيل يما للساعات ابل وش معنى الحين نزلت ما نزلت قبل لا تنزل مع ساعات ابل اه اوكي جوجل قاعد تحاول انت الحين تسوي شي يديد علشان اتقايش مع الشغلات اللي قام تعطيك ياها ساعات ابل الاندرويد 5.1.1 يعطيك شغلات ثانية بعد مثل انك انت تقدر الحين تلقاهي تشبك الساعة على الواي فاي ما تحتاج ان الساعة تكون شابكة او تذرت على البلوتوث الكنكشن مع التليفون تقدر تشبكها تلقاهي على الواي فاي حتى اذا كنت بعيد عن التليفون راح تقدر انت توصل لك الاشعارات والمسيجات ومعرف ايش علشان انت ما لازم تكون متقيد انك انت تكون لاصق بالتليفون شغلة ثانية بعد لان الساعة الحين صارت تقدر تكون بعيدة عن التليفون حطولك شيء اسمه lock screen مثل انك انت تقدر تقفل الشاشة علشان في حالة اذا احد يريد بطلها لازم يحط الباترن نفس الطريقة القفل الموجودة على النظام تشغيله على اندرويد على الساعة علشان ما يقدر يدخل ويشوف خصوصياتك شغلة ثانية هم موجودة بالساعة هي الجستجرز انك انت تقدر تحرك الساعة فوق وتحت عشان تشتغل وتقدر تحركها مرة ثانية فوق وتحت علشان اتوخر النوتيفكيشن ويشوف النوتيفكيشن الوراء هذه الحركة راح تساعدك طبعا اذا انت كنت مشغول وايد وانت تقدر تحرك الى بيد واحدة من ناحية او طريقة الشحن حكي الساعة الجي جي واتش اربين خذت احسن الموجود من الموترول الموتو 360 واحسن الموجود من او سوني سمارت واتش 3 الجي جي واتش اربين راح يشبكك لك الاثنين لان راح ت relaxed معاها قاعدة والقاعدة هذه ما راح تكون ايها أرز ليسبب seconds بس ايها فيها الحساسات او الاشعارات الموجودة ومن اتكتب الشحن المغناطيسي ان يكن تركبها على القاعدة راح تلصق بطريقة مغناطيسية والقاعدة ركب فيها الواير فتقدر استانها بدون لا تركب عليها ايها الواير بس تركبت على القاعدة الفكرة من الساعة الذكية هي انها تكون مكملة حق الجهاز او التليفون او التابلت اذا انت كان عندك تابلت لانه هي ما رح تكون ستاند اولون يعني انت ما رح تشتري الساعة علشان هي تحلم مكان تليفونك او مكان كمبيوترك هي رح تكون مكملة اي اكسسوار بالنهاية فلما اهم ايو الشركات ان يسون ساعة ذكية كان عندهم هذه الفكرة والاتجاه ما لها بس الحين السوق رح يصير في منافسة وايد اكثر بسنة 2015 بسبة ساعة ابل والابل واتش من اول ما فكرة ابل ان هي تنزل ساعة وايد شركات منها سامسونج كانت سباق ان هما يبوني نزلون شي بالسوق ونزلوا ساعات كثيرة بالسوق فالحين احنا ما رح نشوف يمكن السوق مال الساعات ينترس مثل السوق مال التابلت او يمكن ينترس اكثر منه بس القابلية مالة الساعة هل هي راح تكون مثل قابلية مالة التابلت هل هو شيء اضافي هل هو شيء مكمل الاندرويد وير لما تطور الحين على شكل يديد اهتم بالجرافيكس علشان يصير يقايش مع النظام التشغيلي الى اولادي موجود على الابل واتش فهم اولادي موجودين يصالهم عندهم خبرة بسوق السنة فلما نزل الحين الابل واتش قام بتطبقون خبرة مالتهم علشان يطورون النظام التشغيلي مالهم علشان يصير في منافسة اكثر بس بالناحية المصنعية كل ساعات اللي انزلت العام كانت نوعا ما بلاستيك او ربل او يعني سبورتية اكثر او كاجول الساعة الوحيدة اللي كانت صح كاشخة هي الموتوريلا موتو 360 وتقدر انت تستخدمها ككاجول او كاشخة بس هنا الالجي جي واتش او بين كاشخة قوح على قواتة بالكويت يعني ما تقدر انت تلبسها ككاجول ما اظنى انت تلبس يعني تمشي ككاجول اذا تلبسها بعد شاديش مثلا او بدل اكيد حلوة رح تمشي وايد مصنوعة من جنوى اللاذر او من جلده الطبيعي سماكت رح تكون 22 ملي فاذا انت مو عاجبك اسير تقدر تشيله تحط لك اي نوع من سير ثاني والساعة مصنوعة من ستين الستيل اللي يلمع برشت متل بالنهاية وستين الستيل هذا مو بلاستيك وحاطين عليه اللماعي لا هذا ستين الستيل فعلا فالساعة فيها وزن تحس انها ايه بصج ساعة لان عادة يعني ذات الموتوريلا موتو 360 وساعات الثانية تحس ان وايد خفاف ففي ناس وايد تفقد الوزن مال الساعة علشان تحس انها ايه فعلا ساعة كشخة او جودتها عالية فهل احنا الصج نحتاج ساعات ذكية لا الحين لا اتوقع شخص عادي يمكن ياخذها كفاشن ستيتمنت او انها كشغلة كمالية يعني مو شغلة اساسية انك انت تستخدمها بس انا قلتها شغلة يمكن في فيديو يسألني اثنين ان انا اشوف المستقبل مال ساعات الذكية يمكن يطور من ناحية ان يروحون حق واتش مايكرز نفس تاغ ولا نفس رولكس وهم يحطون عليها او يتبنون انظمة تشغلية تكون موجودة بالسوق بذاك الوقت على ساعاتهم علشان الساعة تصير تعطيك شغلة اكثر من بس الوقت تعطيك نوتيفكيشنز واشعارات ما عرف ايش لان بالنهاية هذه الفكرة مات الساعة الذكية ان ايها تكون مكملة حق شي انت اريدي عندك هيا او هو تليفونك او الجهاز الذكي ايها راح توفر لك البطارية لان انت ما راح تطلع تليفونك كل شوي تشوف المسج واصلك من منه او انه واصلك من المسج من شخص انت فيل انت بترد عليه فهذه امور كلها انت تقدر تستغني عنها لما انت تلبس ساعة ذكية ما لازم بك شوي تطلع تليفونك لان انت عندك الإشعارات واحد توصلك على ساعة ذكية فهل كل الناس راح تحتاجها ما ظاني تKen الشخص العادي اللي حين يستخدم او ان يحتاج ان يستخدم ساعة ذكية لان حين مثل ما قلت لكم ايه اذن هيك ها انا بنحيان الناس الاستخدم تكنية واد قاعدت نستخدمها بشكل م طبيعي لان يهم مكملة مثل ما قلت لكم حق التقنية لو انت تكن تستخدمونها اساسا يوميا بس ما ظاني تKen الشخص العادي لي حين يحتاج ان يستخدمها معانا الحين السوق رح يصير في منافسة اكثر علشان نزول الابل واتش بس ما ظن انتي رح يكون الوضع يعني مثل ما الشركات حابة ان الشخص العادي يتبنى ساعات الذكية لموجودة حاليا بالسوق فبس هذا البغيت اتكلم عنها كان معانا هني الالجي جي واتش اربين ازاك الله خير عد الرحيم واحد من متابعيني وفر لي الساعة علشان اراجعها قواك الله يعطيك الصحة والعافية يعطيك خير وكفيك شرحة تكسرها بالعافية ولد عامي فمشكور ما قصرت على الساعة واذا في عندكم اي استفسار عن الالجي جي واتش اربين او اي ساعة ثانية يارد تكتبو ليها بالهاشتاج سلوركساز او سلوركليار اللي يورد عليكم بالتويتر وانستجرام واذا انتو ما كنتم سابسكرايب ياريتم سابسكرايب توصل لكم اشعارات اول بول كما نزلكم فيديو يديد سامحنا علي طالع سامحنا عليك صور احمد بعركي الجي جي واتش اربين فما الله الكريم